صباح الخير يا عاشر رح ناخد درس اليوم الاثر الكهربائي للمجال المغناطيسي هل الاثر الكهربائي لمجال المغناطيسي حكينا زمان يمس انه مرور تيار كهربائي في سلك موصل يولد مجال مغناطيسي حوله مرور تيار في سلك يولد حوله مجال طب هل ممكن يكون العكس صحيح طبعا صحيح يتولد تيار كهربائي حثيا في موصل عند تحريكه داخل مجال مغناطيسي هل معروف أن ظاهرة اسمها ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي الدرس عليها العالم فرده الآن ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي أنه توليد قوة دافعة كهربائية حثية تعمل على سريان تيار كهربائي حثي في حال وجود دارة كهربائية مغلقة يتغير بتغير مجال المغناطيسي الذي يغمر دارة الكهربائية الآن كيف تختلف قوة دافعة هذا سؤال كثير مهم سؤال مهم جدا وكيف تختلف قوة دافعة الحثية عن الدافعة الكهربائية؟ هل القوة الدافعة الكهربائية للبطارية؟ صح؟ بفعل مين؟ بفعل الطاقة الكهربائية بفعل الطاقة الكهربائية وتدفع الشحنات باتجاه واحد عبر أسلاك الدارة طيب شو هي كيف تليجي عندنا القوة الدافعة الحثية؟ نتيجة حركة ملف داخل مجال مغناطيسي تدفع الشحنات باتجاه متردد في الدار الكهربائية طب على إيش تعتمد هاي القوة الدافعة الكهربائية الحثية على عدد اللفات طرديا على مقدار الزيادة في المجال المغناطيسي بشكل طردي وعلى سرع التحريك المغناطيس كمان طرديا وضع العالم فرديا قانون قانون فرديا مسهلة نصه انت مش مطالب فيه حاليا لكن انه كتعرفه يتناسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية الحثية المترددة في دارة مغلقة تناسبا طرديا ومعدل الزمن لتغيير التدفق المغناطيسي العوامل التي تعتمد عليها القوة الدافعة الكهربائية الحثية نفسها نفسها اللي جابها فردي نفسها اللي كانوا مكتشفينها تمام يعني انا نلخصتلكوا اشياء اللي تكون مهمة بس هلا ما نوع التيار معروف انواع التيار انه تيار مستمر دي سي والتيار المتردد او المتناول ومعروف الاسي ممكن نجيب شو تعريفه تيار كهربائي ثابت المقدار ثابت الاتجاه يمس هو الدي سي ومتغير الاتجاه والمقدار هو الاسي طيب من التطبيقات المجال المغناطيسي فقط تحفظ تعداد محرك كهربائي مولد كهربائي محول كهربائي خاصيت بالذكر هذا يمس القانون لانه مهم المحول الكهربائي فقط من المحول الكهربائي ونناخذ القانون وباقي فقط تعداد جهد واحد على جهد اثنين يساوي نون واحد على نون اثنين هلا المحول يمس عندنا باجهزتنا المنزلية مش كلها تعمل على 220 فولت في منها يصل اعلى هلا يمس المعروف فضل ضو نيون هو ليس نيون على فكرة اسمه متفلورة اسمها وصبيح المتفلورة هاي تاخد جهد عالي مثلا عندنا اجهزة اخرى مثل الهاتف شحن الهاتف اشياء زيك تاخد جهد اقل فعندنا صار عندنا محول رافع ذات قيمات يرفع جهد الكهربائي من قيمة منخفضة الى مرتفعة والمحول الخافض انه يخفض من مرتفع الى منخفض حاصل الموضوع انه معظمهم المحول الكهربائي يتكون بشكل البسيط من ملفين ابتدائي وثانوي تمام هلا كيف نشتغل على هذا القانون وهذا البدنية المحول الكهربائي جهد واحد على جهد اثنين يساوي نون واحد على نون اثنين مثلا عندك هذا المثال ماكنة حلاقة تعمل عند وصلها بملف ثانوي لمحول الكهربائي عدد ملفاته الابتدائية الف ومتين يعني نون واحد تساوي الف ومتين لفة تمام وعدد لفات ملفه الثانوي يعني نون اثنين عدد لفاته ثلاثين لفة بينما يوصل ملفه الابتدائي مع مصدر جهد متناوب متين وعشرين ملفه الابتدائي يعني جيم واحد متين وعشرين فما مقدار الجهد الذي تعمل يعني جيم اثنين جهد اثنين ما بعرفه بشتغل على القانون بشكل مباشر جهد واحد على جهد اثنين يساوي نون واحد على نون اثنين نعود جهد واحد متين وعشرين يساوي جهد اثنين ما بعرف يساوي نون واحد 1200 على 30 شو بيعمل هون يا مس بضرب ضرب تبادلي او انك تقسم بدين تضرب احسن ايش تضرب ضرب تبادلي 220 ضرب 30 يساوي 1200 في جهد 2 تمام على 1200 على 1200 برمحوا معضعة بيصفي معك جهد 2 تقريبا يطلع معك 5.5 فولت يطلع معك 5.5 فولت اذا لاحظتي مس انو الحل على القانون كان كثير بسيط وكثير سهل انا عملتلكم تلخيص للدرس الاخير عشان نعطي اهم الاشياء فانت فقد مطلوب بما كتب بهذه الورقة ويعطيكو الف عافية شكرا لكم